اشتركوا في القناة وعبادتهم ودعاءهم ان شاء الله طبعا اليوم توقعتنا زي ما حكينا اليوم الجمعة 25 الثاني القمر اليوم موجود او الان موعد بث الحلقة في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 42 دقيقة من عصر اليوم الخميس اللي هو 4-11 وبعدين بدو ينتقل القمر للمنزلة التي تليها هي منزلة القلب اللي هي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة يعني اغلب اليوم رح يكون القمر موجود في منزلة القلب طبعا القمر بما انه موجود في منزل في برج العقرب فجميع الابراج في هاي الفترة بيكونوا اكثر تطرفا في تصرفاتهم يا بيحبه بشدة يا بيكرهه بشدة بيشعروا بقوة الانتقاد للغير وحدته وبرضو بيتحسسوا من اي موقف وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط وبوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات ولكن لا يصلح هذا اليوم لاتخاذ قرارات حاسمة شراء البيت ممكن وتوقيع العقد ولكن بده تدقيق بشكل كبير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة زوايا فلكية وعنا تنقلات للكواكب بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل طبعا الزوايا بما انها انذكرت فهي طيلة اليوم لها تأثيرات اما بالنسبة للحدث اللي راح يصير بعد هاي الزاوية هو راح يكون في نوع من انواع راح يكون في انتقال وهو انتقال للزهرة الزهرة راح تنتقل من برج القوس لا برج الجدي وعملنا حلقة كاملة عن هذا الانتقال والزوايا وتأثيراتها وكل شيء ولكن هنا منذكر الاشياء البسيطة عن المعلومات الاساسية اللي بده يحضر هاي الحلقة موجودة على القناة وبالبي اسم انتقال كوكب الزهرة طبعا بالنسبة للانتقال هذا راح يكون الساعة 10 و43 دقيقة من صباح اليوم اللي هو 5-11 بتوقيت جرينيش راح يضل الزهرة في حركة امامية حتى صباح يوم 19-12 في نفس برج الجدي من يوم 19-12 بيبدأ بعملية التراجع مدة تقارب الشهر ونص تقريبا في نفس البرج يعني راح يبدأ تراجع يوم 19-12 وحتى صباح يوم 29-1 بعدها برجع للحركة الامامية مرة اخرى وبيضل في نفس البرج لغاية يوم 6-3 بعدها بنتقل من برج الجدي بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهي راح تكون في تمام الساعة 1 و32 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة 4 و9 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طبعا زي ما ذكرنا بالحلقة الماضية انه هو راح يبدأ اليوم وينتهي ثاني يوم فعشان هيك بيبدأ في تمام الساعة 4 و9 دقائق بعد العصر من اليوم اللي هو الجمعة وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو اول ساعات يوم السبت حتى تمام الساعة 12 و52 دقيقة بعد منتصف الليل الجمعة على السبت بتوقيت جرينيش بعدها بكون القمر انتقل واستقر في القوس هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الحدث اللي راح يصير برضو اثناء خلو المسار هو انتقال كوكب عطارد اللي راح ينتقل الساعة 10 و34 دقيقة من مساء يوم 5 11 اللي هو اليوم من برج الميزان لبرج العقرب ورح يمكث فيه حتى ساعات عصر يوم 24 11 يعني لغاية الساعة 3 و36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش يعني ما يقارب الثلاث اسابيع طبعا في حلقة ثانية بتحكي عن كوكب عطارد وانتقاله تأثيراته على جميع الابراج طبعا بما انه القمر اليوم وضعه مش جيد يعني هو منتحس راح يكون واليوم هو سلبي اجمالا فعشان هيك بدكوا تنتبهوا للامور اللي راح احكيها اول اشي بالنسبة للاعضاء المعرضة في الجسم صحيا هي الاعضاء الجنسية والاعضاء التناسلية المستقيم والشرج والاحليل والغداد التناسلية حصوة رمل اشياء زي هيك مور الها علاقة بالمبايض لبرستاتا برضو عظم العانة او الجينات اصبع يعني هاي الاعضاء هي بتكون عادة لما القمر بدخل على العقرب اكثر حساسية عشان هيك بتتطلب من الفترة هاي اما انه اهتمام فيها اكثر ومراعاتها ومعالجتها برضو بالفترة هاي لو شعرنا باي الام انبادر بعلاجها يعني هاي الفترة المناسبة لعلاج هاي الامور طيب هل يصلح هذا اليوم لاجراء عمليات تجميل لا طبعا اليوم هذا لا يصلح لاجراء عمليات تجميل مثل الحقن والجراحة وغير مناسبة يعني لقص الشعر التجميلي او الصبغ وما تصلح لقص العلاجي هي تصلح لازالة الشعر الزائد زي اللي بيعملوا ليزر او اشياء من هذا الموضوع او ازالة الشعر الجسم بالنسبة لما طبعا كورونا نقدرش نحكي مش مناسب او مناسب هو انه بيصير في هاي الفترة انا بحكي انه اذا في مجال لتأجيله ليوم كمان بيكون افضل ولكن ان اضطريت انك بدك تاخده بدك تعرف انه ممكن المضاعفات تكون زيادة فلازم تهتم بامور المميعات امور الكمادات الراحة التغذية وامور خافضات الحرارة والمسكنات زي البندول او البرستامول اللي هو كل ست ساعات تاخذ اما حبتين خمسمية او حبه الف كل ست ساعات وهذا الحكي لمدة ثلاث ايام بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم القمر الجديد بدأ اشارات الهلال عمره يوم في تمام الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصير عمره يومين نسبة الاضاءة بتصير 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي منتحسة بنسبة 25% وما زالت ذروة الزاوية التقابل ما بين الشمس واورانوس قائمة القمر في العقرب حتى يوم 6-11 منتحس بنسبة 15% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 15% ولكن بيضل المزاج في نوع من انواع الضغط عطارد في الميزان حتى يوم 5-11 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 30% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود في البيت الثامن فاليوم بتتركز الأمور كلها على فرص ومكاسب مالية ولكن كلها هاي الفرص والمكاسب تيجي من مصدر إما شراكة أو تعويض فصحتكم أو صحت قريب لكم برضو في هاي الفترة بتكون بحاجة للرعاية بتكون تهتموا بصحتكم بشكل جيد وممكن أن بعضكم يهتم لعلاجات أو فحصات أو أشياء طبية المهم أنك عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء بدون عصبية وتشنج حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع الأجواء تقريباً منقدر نحكي أنه بما أنه من بعد ظهر الأجواء إيجابية فبتحفز بعض المكاسب المالية ولكن ما مننصح لكفالة أو ضمانة شخص أو توقيع على أوراق ممكن ما تقدر تلتزم فيها برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر مقابلكم تماماً هو بعطيكم إيجابية على مستوى الشراكة وأمور الشراكة والمصالحات وتعزيز العلاقة مع الشركاء أو أنه ممكن مصالحة معينة أو حل مشكلة أو تتعاون على أمر ما ولكن هو بيسحب من طاقة الشخص فعشان هيك بدهم يحافظوا على هدوءهم وعلى أعصابهم ونبرد صوتهم وحاولونكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل هاي الفترة ممكن تسبب لك نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر أهم شيء أنك ما تيأس وتكون صبور يعني الفترة هاي فيها ضغط ولكن مش الضغط اللي معناه يعني خطر أهم شيء تنتبه لطاقتك وصحتك برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم لأنه اليوم القمر في البيت السادس بيركز على العمل عشان هيك ممكن تتراكم بعض الأعمال أو تهمل بإنجاز بعض الأعمال أو تتغيب عن عملك بدون مبرر عشان هيك اليوم ممكن تتراكم عندك الأعمال بدكوا تنظموا أعمالكم بشكل جيد حتى لو بتعمل ساعات إضافية ما تخلي أعمالك تتراكم بدكوا برضو تهتموا لغذائكم ولصحتكم وحاولوا تهدوا قصة كافية من الراحة من وقت لآخر إن سمحت الفرصة وما تسمح لأي شخص أنه يشكك بقدراتك حاول أنك تناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك حاول أنك تستمع لآراء الآخرين بغدوء وروية ما تتسرع بقراراتك حاول تراجح حالك أكثر من مرة ممكن اليوم تنشغل بملف أو بمعاملة أو السؤال عن بعض الإجراءات القانونية لمسألة ما برج السرطان طبعا القمر الآن موجود في البيت الخامس فعشان هيك هذا يعتبر يوم صحيح أن القمر ساعته بتبلش من ساعات الظهر ولكن بتشعروا أنه في نوع من أنواع الطاقة موجودة عندكم إذا استغلتوا الجانب الإيجابي بتجتازوا يوم ممتاز جدا بيبعث على البهجة وعلى الإنشراح وعلى الأمور العاطفية والحضود وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائل وللتواصل مع المحيط ولكن سلبية القمر والشمس إنها شوية بتضغط عليك من ناحية إنها بتخليك عصبي أو حد الطباع أو عندك حب فرض الرأي على الأحبة انتبه من هاي المسألة لحالها بيكون يومك سعيد إن شاء الله برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم اليوم الاهتمام كله للأمور البيتية والعائلية منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يستأجروا مكان جديد أو يفكروا بترتيب ديكور منزلي أو الاهتمام بتصليحات بيتية وبتميلوا برضو لها تقرب من أفراد العائلة ومساعدتهم أو هم بيميلوا لمساعدتك ولكن حاول إنك يعني هاي الفترة ممكن تدخل في بعض المواجهات مع الحبيب أو مع أفراد العائلة الفترة هاي بتكون متوترة بعض الشيء ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء إنك ما تهمل صحتك وإن أحد الأحبة أو أحد أفراد العائلة كان بحاجة لمساعدتك فما تقصر برج العذرة يوم مميز على مستوى التنقلات والاتصالات والدراسة والسفر القصير هذا يوم مناسب للخروج في نزهة ولتعزيز العلاقة مع الأخوة أو مع الجيران هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية في كل أمورك بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتكون واضح بأفكارك في أشخاص منكم ممكن يطلق حملة ترويج لسلعة معينة أو لأمر معين أو يسمع خبر سار الأجواء إيجابية إجمالا حتى اللي عندهم مقابلات أو امتحانات أو مناقشات أجواءهم رح تكون جيدة شرط أنه تكون واضح بكلامك وما توجه انتقادات لذي على الأشخاص اللي حواليك برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الأجواء كلها بتركز على الأمور المالية وفي فرص متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو يعني هدية هبة مساعدة دعم واسترداد أموال لإلك هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شيء أنك تتفائل بالخير وتحاول أنك تتحرك وتنطلق لجني الثمار اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك اليوم كله رح يكون فيه انشغالات على الصعيد المالي ولكن الأهم أنك ما تكفل حد ومادى ينحد فلوسك وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض الأشخاص اللي ممكن يستعطفوك عشان ينصبوا عليك برج العقرب اليوم عندكم نشاط عالي اليوم مع الحركة هاي للكواكب اللي بتصير رح تشعر أنه الجو متقلب شيئا ما ولكن هو إجمالا بيحتوي على نشاط وحيوية وبينجذب لكم اليوم أفراد من الجنس الآخر أكثر من المعتاد بادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبرضو اليوم انتقال العطارد والشمس يعني مجموعة كبيرة وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب ممكن أنك بتنتظر إليك فترة رح تفرح لخبر أو لإنجاز أو لمعاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك ويعتبر هذا اليوم من أكثر أيام الشهر حظا إليك فقط برج القوس بتجتاز اليوم بصورة عامي يوم غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب فمن البداية رح تشعر بنوع من أنواع الضغط صحيح أن الزهرة قاعدة بتجهز حلها للانتقال واليوم رح توصل عندك ولكن ما رح تعطيك الطاقة من أول يوم وبرضو وجود معظم كواكب في بيت المتاعب بسحب من طاقتك فعشان هيك رح تجد أنه اليوم هذا مش مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر ولكن اللي بنصحك فيه أنه تنجز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وحاول أنك تخلد للراحة حاذر من بعض المحتالين من خيبات الأمل الحضوض في هاي الفترة بتكون قليلة فأهم شيء أنك ما تجازف لأنه شوي ممكن في بعض الأمور يكون فيها بعض التأخير أو الفوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة وأي شخص بوعدك بهاي الفترة بشيء معني حط نسبة 99% وما رح يوفي برج الجديد هذا اليوم هو للنشاط الاجتماعي ولكن برضو بتكون تستغلوا لإنجاز كل الأمور المهمة قبل يوم السبت لأن القمر رح يكون موجود في بيت متاعبك فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لهم وبترتاحوا لصحبتهم بوزعكم تحقيق أمنية ومساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد حاول أنك تشارك وتساعد وتتعاون مع الغير عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب إلك أو هم يحققوا من خلالك نجاح ابتفرح بوجود أحد الأصحاب لجانبك وممكن اليوم ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر الا أهم أنك تستغل الفرص زي ما حكينا لإنجاز كل الأمور المهمة برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على عملهم واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم ونهي الرضى المسؤولين بالمقابل ما بدهم يخالفوا قوانين وما بدهم يدخلوا بنقاشات حادة ما بينهم وبين المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شي إنك ما تنجر وراء التسرع والانفعال وحاول إنك تكون هادئ بيشكل القمر في هذا المنزل تحديدا له بيت السمعة لحظات معينة بتكون فيه غاضب أو عدائي فبدك تحاذر الخلافات ممكن اليوم برضو بالمقابل إنه بعضكم يكرم أو يحصل على فرصة مهمة الأجواء إجمالا يعني منقدر نقول إنه أنت اليوم دك تعتبر حالك في امتحان يا تكرم يا تهان برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد اليوم رح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والنقاشات الحوارات أمور إلها علاقة بالسفر أمور إلها علاقة بالأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية اليوم رح تشعروا بقوة العاطف مع الأحباء هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة في بعضكم ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لانفراج وتسوي مهمة بعضكم رح يهتموا بهواية جديدة بتكون اليوم عندكم حيوية عالية وبتكونوا متحمسين لمتابعة المساعي وكذلك عندكم القدرة على التواصل مع المحيط بشكل مميز جدا يعتبر يوم مميز فعشان هيك لازم تكسبوا كل الأشياء اللي ذكرناها من نقاط بتقدروا تستغلوها اليوم لحلها أو لتسويتها أو لتعزيزها يعني بشكل كامل الأوراق والمعاملات والسفر والمعاملات الأجانب والتسويق والاستيراد والتصدير والأمور هاي كلها لمصلحتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء